الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سنتكلم في هذا الدرس عن الركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل وذلك من خلال العناصر الآتية معنى الإيمان بالرسل الأدلة على ذلك الحكمة من إرسال الرسل الرسل المذكورين في القرآن الكريم الفرق بين النبي والرسول تفاضل الرسل النبوة وكونها اصطفاء دلائل النبوة الفرق بين الدلائل وخوالق السحرة والمخترعات العلمية دين الأنبياء واحد ثم نتكلم عن خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم معنى الإيمان بالرسل التصديق الجازم برسالاتهم التي جاءوا بها والإقرار بأنهم أنبياء مبعوثون من الله تعالى وأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله في أسمائه وصفاته وأفعاله وكل ما أخبرون به عنه سبحانه وتعالى وأنهم قد بلغوا ما أرسلوا به كما أمروا ولم يكتموا شيئا منه وأنهم بيّنوا للناس كل ما يحتاجون وكل ما يصلح أحوالهم في معاشهم ومعادهم ومن الأدلة الواردة في الإيمان بالرسل قول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقد جاء ذكرهم ضمن الأركان الستة في حديث جبريل في مسائل الدين وقد تقدم الحكمة من إرسال الرسل الحاجة إلى الرسل أشد من الحاجة إلى الطعام والشراب فلا تنتظم للناس حال ولا يستقيم لهم دين إلا بهم وقد جعلهم الله عز وجل وصائد بينه وبين خلقه في تعريفهم بنفسه وبما ينفعهم وما يضرهم وفي تفصيل الشرائع وبيان ما يحبه الله وما يكرهه فلا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من جهة الرسل لأن العقل لا يهتدي إلى تفاصيل تلكم الأمور قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الرسل الذين ذكروا في القرآن الكريم وحكم الإيمان بهم بداية عدد الأنبياء مائة واربعة وعشرون ألف والرسل منهم ثلاثمائة وخمسة عشر كما جاء في السنة والرسل الذين ذكروا في القرآن الكريم خمسة وعشرون وهؤلاء يجب الإيمان بأعيانهم فنؤمن بآدم ونؤمن بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وسائل الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم وأما من لم يسمى في القرآن من الرسل فيجب الإيمان بهم على الإجمال كما قال الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ومن الأنبياء الذين وردوا ذكرهم في السنة يوشع ابن نون الذي أمسك الله تعالى له الشمس عندما أراد فتح بيت المقدس الفرق بين النبي والرسول الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد ورسالة جديدة وأما النبي وهو المبعوث لتقرير الشرع السابق كأنبياء بني إسرائيل فإنهم يحكمون بشريعة التوراة وقد يوحي الله تعالى إلى أحدهم بوحي خاص في قضية معينة أو قصة معينة وأما الرسل فإنهم يبعثون في قوم كفار يدعونهم إلى التوحيد فهم يرسلون إلى قوم مخالفين لهم والرسول أيضا أفضل من النبي وسيأتي في العنصر التالي تفاضل الرسل الرسل يتفاضلون فيما بينهم كما قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وأفضل الرسل أولو العزم وهم خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وهم المذكرون في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم النبوة اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى ليست النبوة كسب يناله العبد بالجد والاجتهاد وكثرة العبادة وتهذيب النفس وتطهير الأخلاق كما يقول الفلاسفة ولكنها اصطفاء من الله عز وجل كما قال الله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس دلائل النبوة هي العلامات التي يعرف بها النبي الصادق من المدعي الكاذب ودلائل النبوة كثيرة ومتنوعة فمن ذلك المعجزات وهي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد من يختاره لنبوته ليدل على صدقه وصحة رسالته ومعجزات الرسل عليهم السلام كثيرة فمنها مثلا الناقة التي أعطيها صالح عليه السلام حجة على قومه وكذا قلب العصى حية لموسى عليه السلام وإبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموت لعيسى عليه السلام ومنها معجزات محمد صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة وأعظمها القرآن الكريم وهو المعجزة الخالدة ومنها الإسراء والمعراج وانشقاق القمر وغير ذلك ومن دلائل النبوة أن الأنبياء أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان لأعدائهم وبقاء العاقبة لهم فوقع كما أخبروا والقرآن الكريم مليء بالقصص الشاهد لذلك كما حصل لنوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم ومن دلائل النبوة أن ما جاء به الأنبياء من الشراع والأخبار في غاية الإحكام والإتقان مما يعلم بالضرورة أن مثله لا يصدر إلا عن أعلم الناس بربهم وهم الأنبياء ومن دلائل النبوة أن الله تعالى يؤيدهم تأييدا مستمرا ومن دلائل النبوة أن طريقتهم واحدة فيما يأمرون به فكلهم جاءوا بالدعوة إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله تعالى والعمل بطاعته والتصديق باليوم الآخر والإيمان بجميع الكتب والرسل وأيضا فالمتأخر منهم يصدق المتقدم والمتقدم يبشر بالمتأخر كما بشر المسيح عليه السلام ومن قبله بمحمد صلى الله عليه وسلم وكما صدق محمد جميع الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام الفرق بين دلائل النبوة وخوالق السحرة والكهان والمخترعات العلمية هناك فروق منها أن أخبار الأنبياء عليهم السلام لا يقع فيها التخلف والغلط بخلاف أخبار الكهنة والمنجبين فالغالب عليها الكذب وقد يصطقون أحيانا في بعض الأشياء الأمر الثاني أن السحرة والكهانة والاختراعات العلمية أمور معتادة معروفة ينالها الإنسان بالكسب والتعلم ويمكن أن تعارض بمثلها أو بما هو أعلى منها بخلاف آيات الأنبياء فإنه لا يقدر عليها إنس ولا جان وذلك كان شقاق القمر وقلب العصى حية وحنين الجذع وتكثير الطعام إلى غير ذلك ومن الفروق أن الأنبياء مؤمنون مسلمون يعبدون الله وحده ولا يشركون به وأما السحرة والمتنبئون الكذبة فلا يكونون إلا مشركين مكذبين ببعض ما أنزل الله أيضا أن الفطر والعقول توافق ما جاء به الأنبياء عليهم السلام وأما السحرة والكهان والدجالون الكذبون فإنهم يخالفون الأدلة السمعية والعقلية والفطرية أيضا أن معجزات الأنبياء عليهم السلام لا تحصل بأفعالهم وإنما يفعلها الله عز وجل آية وعلامة لهم كأن شقاق القمر وقلب العصى حية والإتيام بالقرآن والإخبار بالمغيبات وأما خوارق السحرة والكهان والمخترعات الصناعية فإنها تحصل بأفعال الخلق دين الأنبياء عليهم السلام واحد فجميع الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم دينهم واحد هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره لا من الأولين ولا من الآخرين وإن تنوعت شرائعهم واختلفت من نبي إلى آخر قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحى والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد إخوة لعلات أي بني أمهات شتى من رجل واحد والمعنى في الحديث أن الأنبياء بعثوا متفقين في أصول التوحيد متباينين في الشرائع خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي امتاز بها عن غيره من الأنبياء أولها أنه خاتم النبيين كما قال الله تعالى ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ثانيا المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى للفصل بين العباد يوم القيامة وهو المعنى في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ثالثا عموم بعثته إلى الثقلين من الجن والإنس كما قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهذا شامل للإنس والجن رابعا القرآن المعجز وهو الكتاب الخالد الباقي خامسا المعراج إلى السماوات العلا إلى سدرة المنتهى وفي هذا القدر كفاية والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد